اشتركوا في القناة شفنا الاول ان نوجد مقاييس التشتت ما هي مقاييس التشتت؟ يقول تصف مقاييس التشتت مقدار تباعد البيانات او تقاربها ويوجد مقياسان هما التباين والانحراف المعياري ويقيس هذان المقياسان مدى تباعد المجموعة البيانات من الوسط او تقاربهما طبعا عندنا يقول لي يمثل الرمز عندي رمز في البداية هذه الرمز هذه يمثل ماذا؟ يمثل الوسط للعينة شلون نقرأه؟ نقرأه X bar ويمثل الرمز عندي هذه الرمز هو الوسط للمجتمع الكلي ونقرأه بميو ويحسب كل من الوسط للعينة والمجتمع الكلي بنفس الطريقة شلون نتذكر هي مجموع البيانات قسمة عددها لكن ننتقل الى الشيء الثاني وهو الانحراف المعياري لكل من بيانات العينة وبيانات المجتمع الكلي له طريقة فتختلف من خلال العينة او المجتمع الكلي فيما يأتي توضيح لطريقة حساب كل من الانحراف المعياري للعينة فبنشوفوا يا بعض شلون نحله؟ للعينة نذكرها بS للحراف المعياري للمجتمع نقول عنا سيجما وهذه هي إشارة السيجما اللي بنستخدمها حق الانحراف المعياري للمجتمع ننتقل الى القانون اللي عندنا حق الانحراف المعياري إذا كانت عينة فبنقول S تساوي جذر تحت الجذر بيكون عندنا سيجما K تساوي واحد الى الان XL K ناقص XL بار لكل تربيع على الناقص الواحد طبعا نحط بالن لأن الان هي عدد قيام العينة لكن في حالة المجتمع الكلي بنقول سيجما تساوي جذر سيجما K تساوي واحد الى الان حقما XL K ناقص لميو لكل تربيع قسم الان وبعد الان هي عدد قيام المجتمع نزين نشوف سؤال يقول لي أوجد التباين والانحراف المعياري مقربا إلى أقرب جزء من عشرة للقيام البيانات اللي عندنا إياها عندنا خمس قيام لازم في البداية نحدد إذا كانت هذه تعتبر عينة ولا مجتمع كلي طبعا بما أن ما عندي لها الخمس قيام فتعتبر مجتمع كلي فأنا أول خطوة حدت كانت عينة ولا مجتمع خطوة ثانية راح أوجد الوسط خطوتنا نوجد الوسط بنقول ميو تساوي خذينا كل القيام قسم عددها وإحنا عندنا خمس قيام فقسمناها على خمسة طبعا ناتجها بيكون عشرة خطوتنا الثانية نوجد التباين شلون بنوجد التباين؟ لازم لأن احنا نعرف أن هذه مجتمع كلي إذن بتكون سيجما تربيع تساوي بنحط القانون تساوي لاحظوا يا بعض شلون بنحط القيام اللي هنا؟ أول شي بناخذ أول قيمة وهي الستة فبنقول ستة ناقص العشرة اللي هنا لكل تربية بنفس الطريقة راح أخذها حق القيمة الثانية وهي العشرة فبقل عشرة ناقص عشرة لكل تربية وبنفس الطريقة لكل الأعداد قسمة الان وهي الخمسة راح يكون الناتج تسعة بوينت اثنين نزيل خطوتنا الأخيرة نوجد الانحراف المعياري عشان أوجد الانحراف المعياري راح أقول التباين تحت الجذر لأن التباين تربيع فبقول سيجما تساوي جذر تسعة بوينت اثنين بالبوينت تقريبا راح يكون ثلاثة بوينت صفر وإحنا نحط بالنا أن نطلب في السؤال إلى أقرب جزء من عشرة هذه بالنسبة حق التقريب ننتقل إلى السؤال الثاني مثال القيام الآتية تبين عدد العاملين في عينة من البداية سؤالي قال لعينة عينة من خمس مؤسسات مختلفة حطاني مجموعة من الأرقام أوجد الوسط والتباين والانحراف المعياري مقربا إلى أقرب جزء من عشرة طبعا حددنا أن هي عينة خطوة الأولى نوجد الوسط نفس الطريقة مجموعة القيام على عددها ونسميها اكسبار وطلع لي سبعة بوينت أربعة خطوتنا الثانية نوجد التباين عشان نوجد التباين لازم نتذكر أن قانون العينة شنو بيكون؟ بيكون S2 ساوي ونحط بالنا بعد أن في المقام القانون الناقص الواحد رح نعوض بنفس الطريقة اللي عوضنا المساعة ورح أقول أول قيمة عندي إياها ناقص الوسط اللي حصلتها فستة ناقص سبعة بوينت أربعة لكل تربية وبنفس الطريقة رح أجمع حق باقي القيم قسمة خمسة ناقص الواحد وهي أربعة فبيكون الناتج أربعة بوينت ثلاثة أحين لازم أنا أوجد الانحراف المعياري عشان أوجد الانحراف المعياري رح أقول جذر قيمة التباين ففي الحالة اللي عندي إياها بظل جذر أربعة بوينت ثلاثة فبيكون الناتج تقريبا تو بوينت وين ننتقل الآن إلى الهدف الثاني وأن نحل مساء الحياتية باستعمال الانحراف المعياري سؤالنا يقول القيم الآتية تبين أطوال عينة من ثمانية لاعبين ناشئين بالسانتيمترات بأحد الأندية الرياضية طبعا عندنا هذه القيم ما مقايز نزع المركزية ما مقياس النزع المركزية الأنسب لهذه البيانات ولماذا؟ طبعا اللحظ أول شيء لازم البيانات هل عندي تكرار أكثر؟ هل عندي قيم متطرفة؟ أو لا تجد قيم متطرفة؟ اللحظ أن القيم كلها في نفس الفترة فإذا لا تجد قيم متطرفة فبستخدم الوسط ليش؟ لأنه لا تجد قيم متطرفة مثل ماذا كارنا ننتقل إلى الجزء الثاني وأوجد الوسط طبعا لأنه عندي عينة فبقول إكسبار تساوي رح أجمع جميع القيم قسم عددها فراح يكون الناتج 121.25 سنتيمتر ننتقل إلى أوجد الانحراف المعياري للبيانات عشان أوجد الانحراف المعياري لازم في البداية أوجد التباين وقانون التباين حق العينة هو استربيع تساوي سيجما اكس الكي ناقص اكس البار لكل تربيع على الناقص الواحد طبعا إحنا ش بنسوي لازم ناخذ القيمة ناقص قيمة الوسط ونربعها ونجمع القيم كلها مع بعض رح يكون الناتج تقريبا 305.4 في النهاية نوجد الانحراف المعياري الانحراف المعياري عشان نوجده دائما ناخذ جذر قيمة التباين ففي حالتنا رح يكون الناتج 17.5 سنتيمتر شكرا لحسن استماعكم ونرجو لكم النجاح والتوفيق